شاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح ملا قلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل عتاب محبة وصلنا من بعض الأحباء بخصوص وعد وحيد بعمل حلقة عن العقوبات في العهد الجديد وبيتساءلوا ليه الحلقة لسه ما تعملتش بداية إحنا سعداء طبعا بعتابكم لكن كمان تعزية كبيرة بالنسبة لنا أنكم متابعين الحلقات باهتمام وأن السلسلة التي تناولناها كان لها نتائجها وعملت فرق عندكم أما تساؤلكم عن التأخير فالحقيقة هم مش تأخير بقدر ما هو ترتيب لأننا كنا لازم ننتهي في البداية من موضوعات العهد القديم وبعدها بننتقل للعهد الجديد وده اللي حنعمله النهاردة خلونا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة التأديبات والعقوبات الأرضية في العهد الجديد تعالوا مع بعض نرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فضواء وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع الناس بتأتب العتاب دليل على إيه العتاب دليل على ناس زي ما أنت ذكرت متابعة وفي نفس الوقت عندها ثقة في الإجابات يعني دي نعمة كبيرة نحن بنشكر الرب من أجله أنه دان نعمة في عيون الأحباء المتابعين أنه هو اللي يسألوا منتظرين الإجابات فدي ثقة في البرنامج وانتظار متابعة كمان للحلقات وده شيء رائع جدا بنشكر ربنا عليه شكرا لكم طيب الحلقة النهاردة هي يعني وصل سؤال بخصوص عهل حقيقة سؤال متكرر يعني فإحنا هتسمحوا لنا نبدأ بالسؤال وبعدين ندخل نشوف الموضوع يقول البعض أنه لا توجد عقوبات أو عقوبة في المسيحية على اعتبار أنه عصر النعمة وإن وجدت عقوبة تكون في السماء وليس على الأرض فهل هذا صحيح وهل العقوبة تتنافى مع النعمة ومحبة الله المعلن على الصليب بداية النعمة لا يمكن أن تتعارض مع العدل الإلهي صفات الله كاملة نعم متوازية متساوية وكامل في صفاته مكتف بذاته وأنا أقول أيضا أنه مكتف بصفاته كامل في ذاته وكامل في صفاته مكتمل بذاته فنعمة الله لا تكون على حساب عدله ورحمة الله لا تكون على حساب محبته ومحبة لا تكون على حساب حكمته وقدرة لا تكون على حساب غفرانه كل هذه متساوية تماما في الله الكلي الرحمة والمحبة والعدل والغفران إلى آخره هو كامل في كل شيء فإذن النعمة لا تكون على حساب شيء آخر لا تكون مثلا على حساب العدل هذه الجزء المتكلم فيها على حساب القصاص نعم ما تنقص منه الله هو هو زي ما عارفين الأحباء أمس واليوم وإلى الأبد نعم فالله في العهد القديم كان محبا وكان يعاقب على الخطأ وهو كذلك في العهد الجديد محب ويعاقب أيضا على الخطأ الذي يعتقد أن رحمة الله وغفرانه غير واضحة في العهد القديم عليه أن يقرأ العهد القديم ليكتشف من جديد طبيعة الله المحب الرحوم الرافض للشر والخطيئة سيجد شهادات كثيرة وأحداث كثيرة عن محبة الله ورحمته وغفرانه وده اللي أنت تفضلت في الحلقة قبل السابقة أنه سنعمل عنه حلقة قائمة بذاتها نعم لنبرز فيه هذا الأمر صحيح وأحب أن أقول كم مرة استفاق خاطئ بسبب تأديب الرب له كم مرة صحيح مرة عديدة بعدد البشر هذه هي المحبة الحقيقية حتى أهلنا يعني يعني الناس الكبار زمان يعني إلى اليوم نحفظ القول افتكار ورحمة صحيح النعمة وبين التدليل يعني التدليل الزائد عن اللزوم ده ما هواش النعمة النعمة ليست معناها عدم التأديب كم من مرة أفسد التدليل أبناء صحيح لأنهم لم يؤدبوا وتم تدليلهم بزيادة إذن أهل المحبة حتى الأبوية كأحنا كأباء تقتضي التأديب والعدل يقتضي العقاب والتأديب أيضا لا يوجد قانون في دولة عايزة يكون الدولة منتظمة وفيها أمان وفيها سلام ويكون ما في قانون صحيح أما الدليل على أن هناك تأديبات وعقوبات في العهد الجديد عهد النعمة إلى اليوم وستستمر فده موضوعنا اللي احنا يعني بنعمة الرب هندخل فيه إذا أنت حبيت أبدأ طيب أنا أبدأ بأثنين مسيحيين المفترض أنهم مؤمنين من جيل تلاميذ المسيح بعد القيامة وبعد حلول الروح القدس وكان كل شخص لأنه كانت الحياة مشتركة بينه فكان اللي عنده حقول وبيوت ببيعة ويأتي إلى تلاميذ المسيح بالمال ويتم توزيع المال على الكل حسب احتياجات كل شخص نعم ففي اتنين مشهورين في أعمال الرسل صحيح حقرأ عنهم رجل وامرأته نعم نقرأ في أعمال الرسل خمسة ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل ده حنانية باع ملك ليو بس اختلس من الثمن وجاب الباقي إلى أرجل التلاميذ الرجل الرسل تلاميذ المسيح نكمل فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل أليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيعه ألم يكن في سلطانك فما بالك فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر ثم قال له أنت لم تكذب على الناس بل على الله لم يطلب منهما أحد إنهم يبيعوا الحقل نعم ولما ادباع يعني ما كانوش ملزمين إنه يعطوا التمندى للرسل حتى هم بعد ما باعوه ما كانوا ملزمين ما في شيء بلزمه لكن المشكلة أنه واضح أنه كان عنديهم رغبة في أن يمدحهم الناس شايفين حتى حنانية جابوا كمان وباعوا دول مهتمين دول يعني أتقياء نعم كان عايزين المتح من الناس لما باع الملك الاثنين وأعطوا سمنه للرسل الفكرة هنا أنه أصبح في وسطك حرام يا إسرائيل كأنه ربنا بيقول كذا في وسطك حرام يا إسرائيل في كل مرة الإنسان بعمل عمل خير ما تنسوش أنه بيجي الشيطان ليفسد هذا الأمر يأتي عدو الخير ليجد مكان يزيف ويفسد عشان يحط رأيه من بين الآراء أو يكون هو الرأي الأغلب أنت لم تكذب على الله على الناس بل على الله نعم إلا حصل فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات مات أول ما سمع أنه هو مكشوف قدام ربنا ومكشوف قدام تلاميذ المسيح وقع ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه ثم حدث بعد مدة ثلاث ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى ما عرفت أن زوجا مات فأجابها بطرس قول لي أبي هذا المقدار بعتم الحقل فقالت نعم بهذا المقدار فقال لها بطرس ما بالك ما اتفقتم على تجربة روح الرب هنا قبل أن أكمل الكلام هنا أعلن الروح القدس على لسان بطرس بأن حنانية كذبة على الروح القدس وليس على الناس صحيح كان التصرف أو اللي حصل كان شيء مهيب جدا قدام الكنيسة الأولى اللي لسه وليدة الكنيسة اللي هي يعني بادية حياتها من جديد واللي الرب يعمل فيها بقوة كان الرب لازم ينقي من البداية نعم فدل حصل ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب بيقول الوحي بعد كده عشان تكمل معايا هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا فوقعت في الحال عند رجليه وماتت فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك هنا لا نتكلم عن مسألة خلاص حنانية وسفيرة هذا موضوع آخر لكن هنا نتكلم عن العقوبة وكانت عقوبة مباشرة خلي بالك عزيزي اللي بتسأل عن أن الله كان صحب في العهد القديم هو الله ذاته في العهد الجديد ما الذي يفعله حنانية وسفيرة لو بطبيعة البشر اللي بيغلطوا بيقسموا الأخطاء كبيرة وأخطاء صغيرة والقتل والزنة والدحاجات كبيرة بس ما فيش مشكلة الواحد يكذب هذا الكذب الكذب كان نتيجته أن الله أمات حنانية وأمات سفيرة الاثنين فإن تنهار دا لو الحدث دا في العهد القديم كان يقول لك طب هما عملوا إيه إيه القسوة دي صحيح طب ما هذا دا بعد القيامة وبعد حلول الروح القدس بعد حلول الله بروحه القدوس في الكنيسة الأولى نجد أن الكذب وكان الرب يقول لا مجال للكذب وأظهر عدم رضاه عن هذا الأمر تماما إما أن يبقى الروح القدس عاملا فيكم وإما أن يبقى الكذب لازم واحد يذهب فاختار الله أنه يذهب حنانية وسفيرة يعني يذهب الكذب لكن لا بد أنه يبقى روح الله القدوس لأنه دا أساس الكنيسة وسيبقى إلى مجيء المسيح له كل المجد إذن ببساطة إحنا نتكلم عن أعمال الرسل عصر الكنيسة الأول يعني مش واحد يقول لي دلوقتي لا لا إحنا نتكلم عن عصر المسيح والرب عاقب بالموت موت الجسد عقوبة أرضية واضحة جدا فلسه طبعا فيه أشياء كثيرة حأذكرها لكن دي واحدة من الأحداث الواضحة والصريحة جدا أنه الله لا بيعاقب وبيعاقب بالموت كمان في العهد الجديد فما فيش حد يعتقد أنه لا دا كان الموت في العهد القديم لا دي كنت دلوقتي في قلب العهد الجديد نفسه صحيح طيب ممكن حقي يعني يسألك يقول لك طيب دي معاملات فردية بس ما فيش شعوب يعني كاملة زي ما كان في العهد القديم لا في شعوب بس يبقى أنه ننتظر النبي اللي يكلمنا سنامة سنامة اللي حصل في أماكن كثيرة ده ما شعوب بتضرب بيهم الزلازل اللي فيهايتي مثلا 250 ألف ربع مليون شخص بزلزال أليس هذا يضى الله إن لم تكن يضى الله من ما هو الرب الإله اللي عمل القوانين دي وهو المتحكم فيها وهو اللي بيسمح إنه ده ممكن كأسه ما لا يروح في يعني يأخذ روحه في هذا الأمر أو يدي له فرصة نجاح نعم فإذن نعم فيه فيه على مستوى الشعوب ده كمان في الكتاب المقدس في العهد الجديد مش بس على مستوى شعب على مستوى الأرض كلها وده حسكروا بالآيات دلوقتي في هذه الحلقة يبقى احنا محتاجين ندخل على نعمة الرب بس أنا فيه جزئية مش عايز أفوتها عايز جزئية أفوتها لنجاة الأحباء من شهود يهوى والسبتيين وغير الناس اللي هي يعني بتدلس وتكذب على الحق الإلهي وتقول أن الروح القدس هو مجرد قوة هنا ده الكلام ده ينصف هذا الإدعاء تماما خلينا أنا مثلا لو رحت لهذا الوحي الإلهي فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس يبقى هنا الروح القدس ما هو مجرد حاجة معنوية تكذبت عليه عليه على شخص على الكائن على السيد الرب والإثبات أن الروح القدس هو الله في نفس الآية لتكذب على الروح القدس في الآيات اللي احنا قرأناها يقول أنت لم تكذب على الناس بل على الله يبقى هنا بيعني معادلة بسيطة جدا الكذب على الروح القدس الكذب على الله الله هو الروح القدس نعم يأتي الكلام كمان فقال لها بطرس ما با لكم اتفقتم على تجربة روح الله يعني ليس شيء معنوي نعم وبعدين الكتاب المقدس من أوله إلى آخره من أول أصحاح في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وروح الله يرفه على وجه المياه نعم فمحاولات التدليس ومحاولات الخروج بالفكر السليم والعقيدة السليمة محاولات فاشلة ولن تنجح إلا في الهالكين بس الهالكين هم اللي حياخدوا هذه الأفكار لكن أولاد النعمة اللي هم بيفهموا الكتاب المقدس كما هو واضح جدا بالنسبة لي من الروح القدس هو روح الله نعم فإذا دي وحدة من الأشياء العقوبات اللي عاقب بها الله في العهد الجديد أدخل إلى عقوبة أصاب يمكن إحنا خدنا نموذج من الناس كانوا مسيحيين ناخد نموذج لشخص غير مسيحي وكيف عقبه الله وعقبه ليه برضو حنشوف وكان العقاب صعب وقاسي جدا لن أخرج عن أعمال الرسل أذهب إلى أعمال الرسل صحاح 12 من 20 إلى 24 وكان هيرودوس صاخطا على الصوريين والصيداويين في خلاف بينهم صاخط عليهم فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على ملجع الملك أحطوا وسط يعني ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتاتوا من كورة الملك ففي يوم معين لبس هيرودوس الحل الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم عرفة لما يكون أحيانا في التدليس ومداهنة ونفق فيبتدوا يقلهوا الشخص نعم ويبقى المديح زائد عن اللزوم ودي للأسف حتى في مجتمعاتنا موجودة أنه يتم المدح لدرجة أنه الشخص يعني يعني يؤله وده كلام غير سليم وغير صحيح أنت صلي للشخص أفضل ما مجرد إيه أنه إحنا نقعد نمدح فيه لهذه الدرجة هذا الشخص هيرودوس وهو وسني لبس الحل الملوكية وجعله يتكلم يخطب الناس عايزين أن ينفقوه عشان الصلح يحصل نفقوه إلى درجة التأليه فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان مفروض هيرودوس يرفض هو عارف نفسه أنه مجرد إنسان يعني لا راح ولا جه لكنه لم يفعل هذا الأمر قابل الأمر فرح بي وربنا شايف فاحص القلوب والكلة فما الذي حدث ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله كان يقول لا أنا إنسان الإله هذا حاجة تاني لا لم يفعل هذا الأمر قابل هذا التأليه وفرح به وقابله على نفسه ففي الحال ضربوا ملاك الرب طيب إيه كانت الضربة ضربة كانت قاسية جدا فصار يأكله الدود ومات وهو حي الدود قاعد يأكل فيه لحد ما مات ده في العهد الجديد أحباي ده في عصر النعمة الله ما زال يعاقب وسيظل لأنه هو هو لا ينكر نفسه ولا يتغير على مدى الدهور والأزمان هذه هي رودس لمجرد أن قبل هذا المديح أو هذا التمجيد لدرجة التأليه قبله وفرح به ملاك الرب ضربه لم يعطي المجد لله ضربه وكانت الدود يأكله وهو حي تخيلوا لما واحد كده يعني بعد أننا والسامعين يعني صحيح دود يطلع من جسمه وبيأكل فيه وطبعا الرائحة الرائحة بتبقى إنتنا اللي كان لابس الحل الملوكية بقى بيفتخر أنه لا بوريو أنت ولا شيء أنت تراب وإلى تراب تعود ورمة وأنت حي تأكلك يأكلك الدود حتى الموت سنع برضو مش حابب أسيب حتة حلوة في الوقت اللي فيه يرودس بيضطهض الكنيسة ويقتل أبناء الرب شوف الرب ضربه إزاي بس الوحي يعني عنده مفارقات بحطة مثلا يقولك ولكن وأما وهنا بنشوف الجزئية دي في رات المشاهدة شوف معاي هنا ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد قلت لك لا فيه فرق بقى هنا هو ده خلاص مات وأخذ نصيبه لكن كلمة الرب ما تزال باقية تنمو تزيد تمتد وده اللي أنا عايز أقوله حاول محمد رسول الإسلام أنه ينال من الكتاب المقدس وينال من المسيح ومن ألوهية المسيح وينال من فداء المسيح وفشل فشل زريع رفع سيفه ونكل بالمسيحيين وإلى الآن التابعين لمحمد يزبحون المسيحيين صحيح والمجد يزداد وسيزداد وسيظل لأن الله لا يشمخ عليه ممكن شخص لا راح ولا جه يشمخ على سيده وإله اللي خلقه فالمسيح لا يشمخ عليه وكل من يقف أمام المسيح إلى اليوم حتى لو وقفت أمام ضد أولاد المسيح أنت تقف أمام المسيح وهذا ما قاله المسيح بذاته لشاول الذي وقف ضد الكنيسة وضد المسيحيين قال له المسيح شاول شاول لماذا تضطهدني لم يقل له لماذا تضطهد المسيحيين وإلى الآن أنا أقول لكل مسؤول بيسمعني أو أعتفتك أنك ستنجو حينما تغلق كنيسة هنا أو هناك أو حينما تعطي تصريح لضرب المسيحيين هنا أو هناك أو لأنك شاركت في تهجير مسيحيين وكنت موافق وراض ومبسوط مش حتتساب ده حيحصل عليك لازم الله عادل حتشوفه وإنت حي تشوف ولادك قدامك تشوف آخرين أمامك أعزى عليك أو تشوف نفسك لكن المسيح لا تشمخ عليه وهنا زي ما شايفين هيرودوس اللي كان بيضطهد الكنيسة وأعطي فرص كثيرة لأن حياة الكنيسة كانت ظهرة وكانت أمور عظيمة تجري في الكنيسة لا مهموش بل بالعكس قابل أن يؤله بهذا المديح اللي فيه نفاق يعني وبالتالي ضربوا ملاك الرب وكان يأكله الدود عودة لموضوعنا هذا في العهد الجديد في سفر عمال الرسل الله يعاقب ويعاقب زي ما شايفين يعني ما شفت واحد ضرب الله بدود يأكله هو حي في العهد القديم ما شفت هذه عقوبة قاسية جدا لكن شفناها في العهد الجديد ما شفنا واحد عشان كذب وقع مات الدونة ده في العهد القديم فين واحد كذب مات في حين أنه حصل في العهد الجديد على اتنين حنانية وزوجته سفيرة كذب وماته تخيل الأحداث دي لو كانت في العهد القديم كان يقول لك يعني إيه كذب يموت صحيح ليه ليه القسوة دي في العهد القديم أنا دلوقت أقرأ من العهد الجديد لتعرف أن الرب الإله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد يعلن قداسته بكل وضوح يرفض الشر يرفض الخطيئة وأجرة الخطيئة موت والموت واقع عليكم كلكم اللي بتسمعوني ورفضيني المسيح واقع لا محال إزاي يرفع عنك الموت اقبل المسيح لأن المسيح قبل الموت نيابة عن العالم هكذا حب الله العالم فلما تقبل المسيح بتقبل فداء وموت وكفرت ونيابة عنك فبيرفع عنك الموت الأبدي ما تضيعش الفرصة لأنه ده أمر مهم جدا إذا إحنا ندينا نموذج آخر لو عندك أي تعليق عليه وموجود هذا النموذج في عهد النعمة العهد الجديد أكمل أكمل أروح لنموذج آخر وهو رجل ساحر مشهور برضو في سفر أعمال الرسل خلينا نروح لأعمال الرسل 13 أعمال الرسل 13 يقول الوحي المقدس كان مع الوالي سارجيوس بولوس اسمه الوالي كذا سارجيوس وأبو اسمه بولوس غير بولوس الرسل وهو رجل فهيم فهذا دعا برنابة وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله اللي هو سارجيوس ده طلب من برنابة وشاول شاول اللي هو بولوس الرسول أنه يسمع منهم كلمة ربنا طيب بس ده حيقطع عيش ناس ثانية يسمع كلمة ربنا ويفهم الحق فحصل أنه فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان ستؤمن وتبقى فاهم وتبقى بتاعه ربنا وما لنا هاكل عيش من فين أنا بأكل عيش من وراك وبأعمل لك شوية سحر وغير وغير فشاول اللي هو بولوس وأما شاول الذي هو بولوس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال قبل ما أقول ما الذي قاله بولوس بالوحي وما الذي حدث عايز أشوف وهي الخطية هنا إيه يعني يعني النساء ستصنف الخطايا حسب مزاجها تعتقد أنه في خطايا كبيرة وخطايا صغيرة الخطية تصنيفك ده تصنيف أدبي لكن عقوبته هو الموت لكل الخطايا الكذب عقوبته موت دفق في قداسة الله والسرقة موت وآدم أكل يعني عصى كسر وصية موت وحنانية كذب موت دي الخطية فهنا ده عمل إيه بتصنيفنا كبشر لم يفعل ما يستحق الموت عاوز بس يخلي الوالي ما يؤمن نعم علشان هو يعيش ويبقى في المجال بتاعه يعني النصب على الآخرين دي الخطية دي بتقنين أي شخص يعني كتير الموت أو كتير أنه يحصل له أي شيء قاسي على في أعضاءه أو في جسمه نعم نشوف بقى إيه اللي حصل أما شاول الذي هو بولوس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال أيها الممتلئ كل غش وكل خدث يا ابن إبليس يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة طيب فالآن هو ذا يدر ربي عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده يبقى هنا اللي حصل وشو فيه فيه رحمة حتى في العقاب إلى حين نعم يعني تكون أعمى إلى حين بس يكون لك درس يكون لك فرصة ده تأديب الله تأديب نعم تأديب عشان تنتبه في نفس الوقت حياتك غالية جدا عند ربنا فهو حيديك جرسة الودان دي زين بي بنسميها نعم علشان تقبل الخلاص اللي قبله الوالسر جهس وعايز يفهم فهنا حتى الضربة دي كانت سبب فيه أنه الوالي يعني يتقبل الإيمان بسرعة بسهولة المشافي إذا ربنا كده فأدي في العهد الجديد بل في حادثة تبشير نعم يعني ناس بتبشر ناس أمميين وثانيين ما يعرفوش ربنا واحد وقف في طريق البشارة لما بيقول امتلأ بولوس من الروح القدس ده مش بولوس من داخله امتلأ يعني عطية الله امتلأ بولوس بقوة خاصة من الروح القدس لهذا العمل خصيصا مش لأي عمل آخر فقط هذه القوة لهذا العمل للردع الشيطان الذي فيه هذا الشخص عشان كده قال له يا ابن إبليس يعني ايه تبنيت فكر إبليس ايه هو فكر إبليس يعني يبعد الناس عن الخلاص بأكاذيب بقى كتير دينية وعلمية وغير وغير وخلي بالك من نفسك شاطر جدا إبليس لو ما انتبهت لحياتك خدّع كذاب وأبو كل كذاب منهجه يبعدك عن الفداء يبعدك عن الخلاص فهنا الامتلاء الذي امتلأه بولوس من الروح القدس ليس امتلاء حياة النعمة وحياة النمو في المسيح دوضع آخر له أخذ امتلاء خاص قوة خاصة معناها لهذا العمل تحديدا ولذلك كانت النتيجة سريعة جدا لأنه عمل إلهي وبيقى أعمى إلى حين وبشكر الله أنه بيدي فرص لكل الناس ودي كانت قرصة لهذا الساحر حتى يفهم ويرجع لخلاص وحياته الأبدية نعم أنا هنا عندي سؤال عاوزة احنا في العهد القديم شفنا أنه معظم التأديبات والعقوبات كانت على شعب الله ده ده الأكثر صح الأكثر صحيح ومع أنه شعبه لكن العدل عدل صحيح طيب هنا في يعني الحادثة بتاعت حنانية وسفيرة يعني لو حطيناهم في مقارنة مع عليم الساحر يعني دول مسيحيين أبناء الله مش بس من شعبه دول أبناءه كمان تمام وماتوا بكذبة وهنا عليم الساحر يعني ساحر ساحر وفي نفس الوقت غير مؤمن شخص غير مؤمن ومع ذلك العقاب ايه أو التأديب ايه يعني بشكرك للمقارنة أنه هناك يكون في موت وهنا يكون زي جرسة ودن صحيح أعمى إلى حين لكن في اتجاه آخر قرسة الودن دي فرصة عشان صحيح عشان يعرف الحق صحيح ربما هناك تكون دي عقوبة أرضية بالنسبة لحنانية وسفيرة عندي فرصة نجاة لكن ده ما عندوش تفرر بالدو فرصة نعم بس المقارنة حلوة رايع هذه أولاد ربنا ربنا أداهم على راسهم صحيح عقبهم بالموت بينما ده ساحر ووسني وغيره لكن ربنا أداه فرصة بس أداه مجرد تأديب والرب هنا يعني بنفهم من خلال الموقف ده أنه من يعرف أكثر يدان أكثر انت اختبرت يا حنانية اختبرت وشفت وامتلأت وعندك كل حاجة بيجيت صحيح بس ده لأ ده لسه صحيح يمكن في التأديب ده في التأديب ده كان فرصة أنه يشوفه يعرف أكثر صحيح طيب أنا هدخل بك يعني تدريجيا إلى إلى شعب وبعدين أروح للأرض كلها طيب خلاص طيب عشان نجاوب على حتة أنه ده يعني أحداث فردية وغير العهد القديم اللي فيه شعب لا لا ده هنا كمان فيه شعب دلوقتي طيب وزي ما فيه شعب بعد حلول الروح القدس الأمر لم يتوقف ما زال شعوب تعاقب إلى اليوم نعم أروح للوقا بشارة لوقا 21-20-40 المسيح له كل المجد يتكلم عن أوروشاليم وعن الشعب اليهودي يقولوا متى رأيتم أوروشاليم محاطة بجيوش له حرب هذه العهد القديم طيب أنا لا أنا بقرأ من العهد الجديد يعني حتى الجيوش والحرب والتأديم ما زال حتى في عصر النعمة وبنتكلم عن مين؟ عن شعب الله برضو خليني أسألك معلش أنا آسفة يعني أطلعك حتى بس كده للناس ليه ليه بيبقى فيه اختلاف؟ ليه متوقعين أنه ممكن يكون فيه اختلاف بين إله العهد القديم وإله العديد؟ أنا زي ما قلت أنا بتحفظ على هذه التسمية هذه تسمية خاطئة هو الله في العهد القديم والله في العهد الجديد أنا بعتقد شخصيا أنها قراءة صبحية بتعدي عليه أشياء مهمة جدا في الكتاب المقدس مفروض يلتفت لها ومفروض يفهم طبيعة الله لكن هو لأنه بيقرأ تاريخ طويل 1500 سنة 1500 سنة وربما أكثر 1500 سنة من موسى ولكن طب لذلك هناك شعوب أيضا في تأديبات أيضا يعني كدر العمر وغيره والحروب التي حصلت في البحر الميت وجواره فكلها شعوب تطاحنت مع بعضها البعض ذكرها الكتاب المقدس وفيما ذكرها ذكر الكثير منها أنها تأديبات لهذه الشعوب بسبب الخطيئة بيأتي في العهد الجديد التركيز بس على رسالة الخلاص فهما منتبه أنه هذا ليس موضوع العهد الجديد الموضوع العهد الجديد رسالة الخلاص أي وذكر بعض الأشياء مثل ما نقرأ عن أرشاليم لكن ما كان هذا التخصص هذه الفكرة الأساسية فهو لازم يقربوا عمقي فمتى رأيتم أرشاليم محاطة بجيوش وأنا أقرأ من العهد الجديد بعد حلول الروح القدس في عهد النعمة فحينئذ نعلم أنه قد اقترب خرابها خرابة نقترب مدينة نحن بنتكلم عن مدينة وشعب حينئذ بيقولهم نصيحة ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في الكوري فلا يدخلوها ما يدخلوش أرشاليم اللي في منطقة اليهودية كلها شوفي بقى التأكيد هنا لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب انتقام تأديب من ربنا عقاب لهذه البلد الوقت لهذا الشعب في هذه المرحلة فده ليس عهد جديد نعم أنا لا أقرأ الآن من العهد القديم أحبها المباركين أقرأ من عهد النعمة المسيح يتكلم فيما بعد وده حصل سنة سبعين ميلادية كلنا عارفين خراب أرشاليم حصل سنة سبعين ميلادية وكان تأديب من الرب ليها وهو يتكلم هنا صراحة وسأعطيك صراحة أكثر من ذلك بلسان المسيح ثم يقول وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وصخط على هذا الشعب على الشعب اليهودي نعم من الله السخط هذا ما سخط إلهي الله يعاقب هذا الشعب بيأدبه ثم يفند أكثر ويقول ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم هذا حصل التشتيت ده سنة سبعين ميلادية كانت الدولة الرومانية تم سبع تمنمائة ألف يهودي في ذلك الوقت تم توزيعهم من المغرب لحد إيران كل ده تشتت اليهود حتى في روسيا وفوروبا كل ده تم توزيعهم في هذه الأماكن الدولة الرومانية كانت هي المسيطرة في ذلك الوقت ثم يقول على مدينة الملك العظيم أرشاليم يقول وتكون أرشاليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم يعني أرشاليم من ذلك التاريخ تكون مدوسة من الأمم لحد ما في أزمنة في توقيت الله طبعا علم المطلق لا توقيته تحديده في أزمنة معينة لهذه الأمم يعني الإسلام لا بد أنه سينتهي سينتهي لا محال وهذه الرجسة الخراب الموجودة على القدس وقدس الأقداس لا بد أنها تزول اللي هي قبة الصخرة والمسجد الأقصى كل دي رجسة خراب موجودة هناك لا بد أنها ستزول يعني آجلا أم عاجلا ستزول لأنه ده كلام المسيح وكلام الرب يسوع لا يسقط هو كما ذكر عن أورشاليم وقال لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض هو بذاته الذي قال إلى أن تكمل أزمنة الأمم تكون مدوسة لحد تكون مدوسة إلى أن يبقى فيه وقت معين ده كله يتشال وترجع أورشاليم مدينة الملك العظيم ويرجع الشعب اليهودي يؤمن بالمسيح ويبشر بالمسيح طيب خلينا بس حتة حتة كده يعني إحنا النهاردة عندنا الشعب اليهودي مرة تاني وفي العهد الجديد المرة دي هو شعب صحيح نفس الشعب وفي سبي صحيح حصل سبي طبعا يعني إحنا في العهد القديم السبي صح وقابلينه ومش موضوع يعني فاهمينه أنه خلاص ده إله العهد القديم اللي هو الصعب اللي عنده التأذيب والعقوبات بس برضو بنشوفه هو نفس السبي بتاع العهد القديم موجود في العهد الجديد وبالمناسبة هنا أصعب وهنا أصعب ومدة أطول ومدة طويلة جدا في العهد القديم تم السبي دولة الشمالية إلى أشور مكان محدد نعم ودولة الجنوبية إلى بابل نعم هنا تشتتوا في كل حتة صحيح هنا تم توزيعهم توزيعهم في كل مكان في مكانة روما القديمة هي مسيطرة على العالم القديم ده الأصعب نعم فبيقوا موجودين في كل حتة وده بيورينا أنه أنه الرب الإله هو هو لا يتغير هو طرق تعامل مع الإنسان ثابتة وأن الخطيئة دي أجرة العبودية أجرة الموت وأنا بشكر الله أنه دائما يعطي فرص ودائما يعطي منافذ نعم ومنفذ هذا الشعب شعب بني إسرائيل منفذهم الوحيد الذي سيعرفونه كأمة لأنه في كثير من شعب إسرائيل آمن بالمسيح نعم كل المجامع التبشير اليهودي المسيح بدأ من المجامع اليهودية صحيح وكل الأساقف الأوائل كانوا يهود صحيح كل الأساقف الأوائل نعم كانوا يهود يعني حتى بعد سنة 100 100 ميلادية 120 يمكن كل الأساقف يهود أساقفة المسيحيين كانوا يهود اعتنقوا المسيحية منفذ هذا الشعب بني إسرائيل من تبقى كأمة هو المسيح معرفتهم شخص المسيح أنهم لن ينتظروا آخر هو ده أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ما سأله تلاميذ يوحنى لا أنا مش الآتي أنا الذي أتيت وأنا الآتي طبعا في نهاية الأيام سيؤمن بالمسيح وسيبشر بالمسيح وده كلام الرب في الوحي المقدس في رسالة رومي 11 طيب لغاية ما هم يؤمنوا هم في السبي بالضبط كده لحد النهاردة لحد النهاردة في ناس كتير منهم في السبي ويرجعوا يعني إذا حطينا كلمة سبي بمفهوم النهاردة يعني طبعا هم مش في بلده صحيح وهو راح رغم عنه بهذا المنطق يعني ما أظنش في مسيحيين ولا يهود موجودين في إيران ماخدين حريتهم تماما نعم أو موجودين في بلاد أخرى غير الدول التي تعطي الحرية لكل الأديان صحيح لكن إذا كان في إيران أو في العراق أو في دول ما تسمى الوطن العربي كل هذه دول لا تعطي حق نعم وليس لديها وبيظل يهودي ومتهد برضو طبعا نعم نعم هذا صحيح لكن أريد أن أجيب كلام فيه صراحة أكثر لشخص المسيح له كل المسيح فبعد ما كمل أو يعني في إطار هذا الإطار مش بعد يعني في لوقة 19 وفيما هو يقترب من أرشليم نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا فإنه ستأتي أيام نفسي بيتكلم عن سنة 70 ميلادية ويحيط بك أعداءك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر ليه يا رب بيقول لها كذا لأنك لم تعرف زمان افتقادك يا هو العظيم افتقدك بتجسده جف وسطك عريسك وأنت ما عرفته لم تعرف زمان افتقادك فبالتالي هذه تأتيبات وهذه عقوبات في أكثر من كده وضوح أنا لا أقرأ الآن من العهد القديم الآن أقرأ من عهد النعمة أدينا شفنا أفراد وشفنا شعب نعم ندخل على الأرض بقى على الأرض كلها على الأرض أروح لسفر الرؤية ونشوف أشياء كثيرة جدا أبدأها بكلام الرب الإله لبعض أساقفة كنائس وانتقل إلى الأرض بصورة عامة في الرؤية الاثنين بيقول أكتب إلى ملك كنيسة أفسوس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب وعمل الأعمال الأولى طيب بس خلي بالك وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب يعني ما فيش حاجة حتخلي ربنا يعمل كده إن لم تتب إلا عدم التوبة يعني الخطيئة ده إما موت إما تأديب عقوبة عبودية إلى آخره أنا أقرأ من سفر الرؤية ده كان بتكلم عن كنيسة أفسوس في تركيا تعرفين تركيا أو اللي حصل فيها بعد كده مش قريب لا زمان من أيام بعيدة انتقل إلى سفر الرؤية 6 فخرج فرس آخر آخر أحمر واللي الجالس عليه أعطي أن ينزع السلام مش من شعب من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلما وانظر فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده وسمعت صوتا في وسط الأربع الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثمانية شعير بدينار وأما الزيت والخمر فلا تضرهما يعني مجاعات ستحصل ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلما وانظر دقاء الإسلام ده كان دخول الإسلام هنا فنظرت وإذا فرس أخضر هو الإسلام والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تدبعه وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض ده الإسلام دعال مين دعال الأرض ما منتكلم هنا دلوقتي عن شعب شوف الإسلام ده دمر شعوب كثيرة جدا يعني كل المناطق اللي غزاها الإسلام فيما يعرف بالغزو هذه شعوب مختلفة كثيرة جدا نحن لا نتكلم عن العهد الجديد نتكلم عن ما بعد العهد النعمة بعد المسيح والموت لأتبعه يعني سيف وموت سيف وموت الهوية تتبعه نعم فهو بيرفع السيف وهو بيدخل الهوية ده الإسلام ده الطبيعة بتاعته نعم يعني حتى أتبعه بيروحوا على الموت على طول صح الموت الأبدي اللي هو الجحيم وفيما بعد الجحيم بقى أي جهنم وأنا لا أتمناها لأي شخص لا الجحيم ولا جهنم والإنسان عليه أنه يستفق أنا هنا إذا أتكلم عن عن شعوب صحيح لو رحت السفر الرؤية تمانية فبوق للملاك الأول فحدث برد أو ثلوج سلج يعني اللي هو البيض رب ده كرات من السلج ونار مخلطان بدم وألقي إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دم لقولك فيه نيزك حيقع في البحر وفيه مكتوف في سفر الرؤية ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن يعني كان ضربة ضربة كثيرة كبيرة جدا يعني الكائنات اللي في البحر دي مورد للإنسان ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصبح ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينبيع المياه واسم الكوكب يدعى الأفسنتين فصار ثلث المياه أفسنتينا ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلموا ثلثهن ثلثهن عفوا ثلثهن والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم اسمع بقى الملاك ده يقول إيه ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أصوات أبواق الثلاث الملائكة المزمعين أن يبوقوا ويل الساكنين على الأرض يبقى إذن إذن إحنا بعد هو بعد المسيح في تأديب الله ما زال مستمر وهذه الأيام ستكون أيام صعبة جدا أيام الضيقة وأنا بصلي أنه يعني 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 يكون فيها رحمة حتى مع أنه ده قضاء إلهي على الموجودين في ذلك الوقت أنا لسه ما خلصت في جزئية ثاني بس أنا حاسس أنه ممكن يكون عندك تعليق لا أتفضل طيب خلصوا الجزئية في سفر الرؤية تسعة ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأعطي مفتاح بئر الهاوية ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم فأظلمت الشمس والجو والجو من دخان البئر ومن الدخان خرج جراد على الأرض فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباهه وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم طبعا ده سفر الرؤية سفر رمزي هنا بيوضح قسوة العقوبة والعذاب اللي هيكون لدرجة أن الناس تطلب الموت وما هيهرب منهم الموت دائم أنا أقرأ في العهد القديم أنا أقرأ الآن في سفر الرؤية أي أحداث ستحدث في مستقبل الأيام نعم فإن كان هذا سيحدث في مستقبل الأيام وربما البعض يقول لي ده بعد اختطاف المؤمنين لا مشكلة بعد اختطاف المؤمنين قرأنا في أيام المؤمنين أيضا هناك عقوبات حاصلة فإن كان في أيام المؤمنين أو فيما بعد ما بعد عهد النعمة آدي برضو في عقوبات ما زالت تحدث الله يعاقب هو هو الله يعلن قداسته في رفضه للخطيئة والشر يعطي فرص الذي يرفض الفرص خلاص يعاقب بعد كده أنا لم يتبقى لي إلا قاعدة عامة للوحي المقدس هحطه إذا كان عندك أي شيء طيب أنا بس عاوزة إحنا وإحنا بنتكلم عن طالما بنتكلم عن سفر الرؤية معروف أنه حتى المؤمنين هيكونوا في ديقة وحيكونوا مضطهدين صحيح اللي ما عندهوش علامة الوحش والكلام ده كله صحيح وحيكونوا في التهاد وفي الجوع و علامة صحيح علامة الوحش طيب أنا عندي يعني ضيقة هتصيب شعب الله أبناء الله صحيح ليه هو طبعا الضيقة مش دايما فيها وإحنا ذكرنا الموضوع ده لما تكلمنا عن الحروب في العهد القديم وحتى أحد الأحباء كان عنده سؤال عن الاضطهاد الذي يقع على الكنيسة فهناك اضطهاد يقع للتنقية وهناك عفوا التأديب للتنقية والاضطهاد لنمو الكنيسة نعم وده اللي احنا بنشوفه وكمان انت سألتين هنا متذكر أنه هل ممكن يكون الاثنين نعم ممكن الاضطهاد يكون للتنقية ويكون أيضا لأن الكنيسة تتسع وتمتد أكثر فليس دائما معنى الاضطهاد أنه فيه غضب إلهي على أولاد ربنا نعم أو فيه عقوبة لكن ممكن يكون هناك تأديب ممكن يكون فيه تنقية ممكن يكون لنمو الكنيسة ولو اللي يرجع للتاريخ الكنيسة لم تنمو ولم تستطيل وتنهض بقوة ويكون فيه مؤمنين جدد إلا في عصور الاضطهاد صحيح يعني الثلاث قرون الأولى اللي كان فيها المسيحيين علقوا في روما وأشعلوا روما بأجساد المسيحيين وهم أحياء نعم بعد شوية إمبراطور روما آمن بالمسيح يعني نعم طيب عندي حتة تانية هل فيه ممكن يعني صحيح إحنا شفنا إنه فيه التراميذ أو المؤمنين اللي إحنا عرفنا إنهم يعني اضطهدوا بس وإحنا خلينا نتكلم عن أي عقوبة حصلت على شعب معين هل فيه ممكن يكونوا مؤمنين بيروحوا في نفس العقوبة ربنا يعني تكلم في الجزئية دي في العهد القديم إنه هو لو حتى يعني بلوة حصلت فيه مكان أو عقوبة فيها نوح ودنيال ينجوا بأنفسهم يعني دول ينجوا دول أولاد الله نعم ومن ننساش لما ضرب سدوه مع مورة طلع لوت نعم فده ما في المطلق الكلام ده يعني مش داما ده كلام مطلق ما ممكن ربنا لما كان في ضيقة على الكنيسة الأولى والطهاد وقع على الكنيسة الأولى هيرودوس أخذ تلميذ من تلاميذ المسيح الاثناشر وقطع رأسه نعم وهو يعقوب أخو يحنى ابن زبدي صحح وكان عاوز يعمل كده بطرس بس الله أنقذ بطرس لأنه لسه فيه إكمال للخدمة نعم إذن ليس دائما وحتى في استفانوس كان فيه هدف الذين تشتت وجالوا الذين تشتت وجالوا مبشرين بالكلمة صحح فاستخدم الرب الاتهاد للتبشير بالكلمة وانتشرت الكلمة أكثر والمسيحية انتشرت أكثر بالاتهاد الذي وقع على الكنيسة في أيام استفانوس فليس دائما الألم يساوي عقوبة أو يساوي رفض أو يساوي غضب إلهي يعني لا محيانا ممكن الألم يحصل لأنه قد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله أيضا يعني موهوب لنا الألم من أجل المسيح هبا نعم أعزا أقدم الحتة الأخيرة يعني هي قاعدة موجودة وذكر الوحي في العهد الجديد في العبرانين 12 5 إلى 29 يقول وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين أولاد يا ابني لا تحتقر تأديب يعني فيه تأديب لأولاد ربنا ده في العهد الجديد تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبو إذا أنت ابن احتمل التأديب أي ابن منكم ما بيؤدبه أبو ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بن بأنتم أبناء غير شرعيين لو كنتم يعني بلا تأديب يبقى كل البشر دول بيدخلوا في هذه البنوية الخاصة الجميع شركاء فيه فأنتم إذا مش أبناء شرعيين نغول يعني ابن غير شرعي لا بن لكن بلهم لا أنت أبناء ثم يقول يعطي مثل ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا لأن أولئك لهم أباءنا في الجسد أدبون أياما قليلا حسب استحسانهم وأما هذا فلأجل المنفع لكي الله يعني نشترك في قداسته ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام بكمل كلام أصعب ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاج فيتنجس به كثيرون لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرس البركة رفضة إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها أي طلب البركة بدموع لكن طلب بركة بغير توبة ليس ستأخذ هذه البركة التوبة هي الأهم أنا أقرأ من العهد الجديد ويتكلم أنه هناك تأديب تأديب لأولاد ربنا فإذا كنا أبناء وقبلنا التأديب من أبائنا بالجسد يقول فكان بالأولى من الله لكي تشتركوا في قداسته فإذن التأديب هذا فوق أنه الإنسان يتنقف يشارك القداسة الإلهية يعني مش التأديب بس كده بدون سبب السبب أنه غير مؤهل الإنسان ليشارك هذه القداسة الإلهية فبيأدب ليؤهله ليشارك القداسة الإلهية ربنا عاوزنا زيه يقول كده يعني كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم الخطاء بعملوا كده لا انتبقوا زي أنا بأنطر خيري على الأشرار وعلى الأبرار نعم هو عايزنا نتمثل به نكون زيه يعني نتمثل به ناخد منهج وناخد قلبه المحب الرحيم العادل ونعيش به إذا هنا أنا يعني من رسالة العبرانيين ده بيكلم مسيحيين نعم ما بيكلم شخص غير مسيحيين وبيكلمهم عن أهمية قبول التأديب برحابة صدر لأنه انت قبلته من أبوك الجسدي اقبله من أبوك السماوي دليل محبة دليل محبة يعني التأديب دليل محبة بلا شك وهو كان بدي بشعبه في العهد القديم دليل محبة وأعطى فرص كثيرة للشعوب الأخرى وأدبها دليل محبة انتظار انتظار هذا الشعب أن لا يمتلئ كأس بهذه الطريقة من الخطيئة خيط الموت احنا يعني عرفنا نتيجة خطيئة وعقوبة خطيئة صحيح طيب ليس أحد يضع في قلبه أن من وجه الشر يضم الصديق يعني فيه موت عشان الإنسان صديق هو إنسان كويس لكن من وجه الشر يضم الصديق بيموت من وجه الشر أو بيأخذ ربنا من وجه الشر صحيح ايه نوع الموت يعني كيف أنا أكون صديق ويحصل عليه يموت لا ببساطة هنا ممكن يكون ربنا عاوز يحمي شخص من شر سيحدث وده المذكور دي الآية اللي أنت بتجريها لا أحد يفطن أنه من وجه الشر يضم الصديق عشان ما يشوف شر معين يضمه بيضمه فين بقى لأولاده اللي في الفردوس مش بيضمه يعني يموت وتنتهي حياته الرب مقاييسه غيرنا تماما إحنا مقاييسنا وابنيه على الأرض ربنا مقاييسه مبنيه على الأبدية آه صح بيبارك هنا على الأرض لكن الأساس ليس هذا ليس الأرض الأساس هو الأبدية فممكن عشان يحمي شخص عشان بيحبه أنه ما يشوف شر معين سيحدث بيضمه ياخده تعال عندي ارتاح خلاص أنت أكملت رسالتك لكن مش بيموته بمعنى عقوبة لي فيفقد حياته الأبدية لا يضمه من وجه الشر يعني بحبك مش عايزك تشوف شر معين وألم معين فباختك يعني دايما تعاملات الله بتصب في صالح الإنسان صالح الإنسان وتنطلق من محبة الله دايما تنطلق من محبته وتنطلق في صالح الإنسان وخيره طيب أنا بشكر كثير جدا للأسف الوقت يعني خلاص انتهى بشكركم مشاهدينا المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وتابعونا في حلقات جديدة وعندنا ليكم جديد اشتركوا في القناة